ماتشنبير هو ده كله توابع مباراة الجونة بس مباراة الجونة الشيء الطبيعي جدا انه لعبت الجونة او اي فريق الطبيعي انه يلعب بشرف الطبيعي ان احنا نحيي اي فرقة بتبزي المجهود الطبيعي انه فكرة الحماس في اللعب احنا كلنا قعدنا نسقف للجزائر ومبهورين بالنموذج الجزائر ونقول روحهم عالية جدا ده احنا اشهدنا الكريم بمبهور اللي جاب فينا جون في الاسماعيل وهم وصاب تحمل عن نفسه جاب فينا جون بالزبط كان زمانة يعني مقافلين الليلة وخلاص فانت وانت بتتكلم على النموذج الجزائري وفرحنين بالروح العالية وفرحنين انه نعيبة عندها حماس وعندها غيرة وعندها رغبة وعندها قلب وعندها قتال اول ما الجونة يلعب بحماس نسميه الغل الكروي هم ليه كده بيلعبوا بغل علينا هم ليه كده غلين جامد زمانك لازم ان يغل عنده دوافع انه عايز يكسب ما هو ده الغل المشروع المقولين عنده دوافع عايز يلعب مبارك ويسمع الاهلي الاهلي عنده دوافع قوية جدا انه عايز يحصل من البطولة مش دي دوافع موجودة في الملعب لكل الاطراف المتنافسة هو ليه ان انا استخدم حقي في ان يبقى عندي دوافع ان انا اجيد ولما غير يستخدم هذا الحق في انه يجيد لسبب هو هو حر فيه الجونة عايز يأكد انه اكبر من انه كان يهدد بالهبوط لعبته عايزة تعرض نفسها بشكل كويس على المدير الفني الاجنابي اللي قاعد بيتفرج عليهم كل واحد عنده دوافع لكن فكرة ان انا بحاسب الناس ولوم الناس على الاجادة انا قلومه ممكن جدا على الاشتباكات اللي حصلت في الملعب خارجة عن الروح الرياضي وخارجة عن المص في علاقة اللعيبة ببعضيه من الطرفين لانه حتة ازدواجية المعايير انت شفت الفنيلة بتاعت الجزار ده ماشت غير مسبوخ في الكرة مصرية وصل لمرحلة تقطيع الهدوه ولينا شوارب الخناءات على فكرة ان الحارس يمسك الكرة بعد ما يجي فيه جون استخدمنا دي هنا واستخدمنا دي هنا طب هو الطبيعي جدا فكرة ان الهدف جه فالفريق المنافس اللي جيه فيه جون عايز يجيب الكرة من الشبكة عشان يستعجل اللعب بحيث يثبت انه ما بيستسلمش طب اهو ادي محمود علاء محمود علاء واحمد ريان احمد ريان حب ينتزع الكرة طب شد شد محمود علاء من ايده اهو غلطة من الهو اهو ادي الخناءة على الكرة التانية بقى شوفوا الضربة اللي بيتضربوا الجون بص اتفضل بيتضرب مش بيخلق اهو ده جون احمد ياسر عايز ياخده الكرة محمود علاء مشك الكرة شوف انا عايز انا ليه رأي في القصة دي القانون بقول ممنوع بص بص محمود علاء دلوقت اللي مشك الكرة عايز بس افرق بين السلوك هو محمود علاء مسك الكرة هي طب هنا بيضرب في الحارس بص اللي بكاسم عشان اخده الكرة بص طب انت اديتلي نفسك الحق في الاولينية تحتاجز الكرة وتخلق معاك ارجع حطل الاولينية يا شوار ومش هتخليه ياخده الكرة اهو محمود علاء خده الكرة مش شابك وقلنا احمد رايان غلطان انه حاول انتزح ايو استنى بس عشان نقول الاحكام بالزبط قلنا احمد رايان غلطان بصوا كل الخناء من الاعتداء تم عليه بقوة لكن الكرة فيد احمد علاء مش هد محمود علاء مش هد شوف في التناقض بقى اه لما طب اهو الحارس مسك نفس الكرة اهو محمود علاء شوفوا درب اللي بيتضربه وزميله بيضربوه علشان ياخدوها منه هو انت اديتلي نفسك الحق في الاول تحتاجزها وديت كمان لنفسك الحق في التانية انه هو ما احتجزهاش وإلا هضربوه كابتن ايمان يونس قال لك كان ينبغي طرد احمد ريان طرد مباشر كلام جميل طيب يا كابتن ايمان بنفس المعيار اهو بنفس المعيار ايوا كم لعب زمالي اربع لعب دول يطردوا اهو بنفس المعيار اهو اهو رغم ان احمد ريان مضربش ده شد ده جابجون هو واحد ياخد الكوره لا شد 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 محمود علاء اه طيب يشدي له الكور اه وبتدوا يضربوا في بعضه كله كله اشتغل ضرب بشكل لا يليق ابدا بعد كل اللي احنا شفناه في كاس الامم اين الحكم اهو اتفضل طيب ادي الواقع التاني ده ده منظر اهو ده ده محمود طيب لجنة المسابقات هتعمل ايه في الموضوع ده بقى اتفضل اتفضل هتعمل نفس الكوره يعني دلوقتي ده هيجي يقولك لم يارس في تخلير حكم الضرب ده اهو ازا كنت بتلوم ده انه عايز ياخد الكوره بسرعة هو عمالها في اللقطة التانية بص لو كان الامر تم حاسمه من البداية ما كانش يوصل لكده هنا بقى اهو تخيل انه كل ده مفهوش كروت مفهوش اي تدخل من الحاجة انت عارف الطرد تم ازاي اه مش محمود عشور اه لا يمان المساعد اول ندهله راح له قال له على الاتنين اه وباما ضرب الجن بالشلوت في رجله فراح الجزار زقه وقعه مش الجزار اسمه هو طرد مين طرد الجزار زو اه الجزار اه فالجزار والجزار بقى اه 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 در دمه اتقطعت فان اللوت والضرب و و وانت فان يا عم انت ده انت كنت بتحاسب على البصة ايوا هنا شخصية الحاكم كبتم محمود عشور لما حسام عشور شد ايده بعنف في مباراة للالي قلنا لا يستحق الطرق ولو كان في وقت كنا نجيبلكو اللي احنا قلها في ملك وكتابة من لوم لحسام عشور وقتها الحاكم حاكم ما ينفعش تشد ايده بالشكل العصبي ده حتى لو كنت بتسلم عليه هو سلم عليه بس بطريقة فيه احتجاج غضب يعني لما كابتن حسام البدري وهو مدير فن للاهلي بس صلوا نظرة فيها نوع من العدم التأدير مجرد النظر اعتبر كابتن محمود عشور ان ده اثائلية وانه خدش وقاره طردوا وعمل تأريا وقلنا هنا وقلنا هنا وقلنا هنا في الاول وفي الاخر ما يصحش النظرة نفسها على الشكل الانساني ما كانتش لطيفة الحاكم استخدم حقه القانوني طب الحاكم اللي بيستخدم حقه القانوني في المحاسبة على البصة في الحساب عن نظرة في الطرد على مجرد السلام بعصبية هو نفس الحاكم هو نفسه بشخصيته بقدراته اللي شاف المجزرة اللي انتوا شايفين هدية ولم يتدخل لحمل قانون ولحمل لعبة وكان ممكن يطرد لعبة من الجونة ما هو زي ما فيه تجاوزات كثيرة عنيفة من لعبة الزمالك فيه تجاوزات عنيفة من لعبة الزمالك يعني انت بتتكلم في الطرفين ما بقولكش اطرد لعبة الزمالك اللي ضربوا الجونة بس انت لديت كروت ولا عقبت لعبة الجونة ولا عقبت لعبة الزمالك وسبت المباراة سدح مدح وكأنه مفيش قاضي في الملعب مفيش حكم على الجميع احترامه مفيش ارادة في تطبيق القانون لانه فيه حسابات هو دماغه رايحة في حتة تاني فاضل مطشين وانا حعمل مشاكل وحيرت طلع يقولك وحرمتني وما حرمتنيش لكن دي في اي حتة في العالم المشهد ده القانون قانون مستحيل ده ده حاجة من اللي مستني تقريره الصور دي تروح كده وتشوف هيحصل فيها ايه في اي حتة في العالم لكن للأسف ولا اي حاجة ولا اي حاجة ونرجع نقول احنا نظمنا الرياضي واصل لكده ليه احنا سيبنا الملعب فيها هذا الفوضى ليه بقولك كان لازم يعاقب الطرفين بس الجريب جدا اللي كان بيتخانق مش عايز زيد الكرة الحد هو انك انت تبقى كابتن منتخب مصر وتتعالى على الاتحاد وعلى رئيسه وعلى قراره وتتعالى على جماهيرك وتفرض رأيك السلوك واحد ما بيقولش حساب انت شاعر انك اقو من اي حد لان وراك حد بيسند الغلط بتاعك طالما ان فيه حد بيبرل لك خطأك ويسنده انت تليتة يعني ايه اللي خليك ويجبرك انه تمشي صح ما فيش حاجة ما فيش حاجة يا سيد ابراج طيب جدول الدوري بعد مباراة الامس الاهلي في الصدارة بال74 نقطة الزمالك حسن وضعه من 68 ل69 وبيرامدز في المركز التاني زي ما هو التاني بيرامدز بال70 الزمالك عنده 69 فارق نقطة واحدة عن بيرامدز يحتاج الزمالك الى نقطتين من المباراتين علشان يقفز للمركز التاني ومن ثم يشارك في دوري الابطال المصر البورسعيدي مستقر كما هو في ال52 نقطة في المركز الرابع وضمن المشاركة في الكنفدرالية المقولين العرب عنده 48 نقطة لن يكون الرابع المقولين لن يكون الرابع لانه بينه وبين المصري اربع نقاط 48 ل52 يعني المقولين سيظل الخامس كما او الخامس زي ما هو مصر المقصة 46 نقطة وخلص كل ما تشاطه بقيت الفرق كلها خلصت بقى الاسماعيلي بس هو اللي عنده 43 نقطة مرشح انه لو فاز على الزمالك هيبقى 46 نقطة هيقفز للمركز السادس مزاحما المقصة في نفس الرصيد والاسماعيلي عنده فرصة في المشاركة في البطولة العربية بقيت الفرق اللي بعد كده من المركز الثامن كله خلص مطشاطه لو تفتكروا حضراتكو طلع الجيش الثامن ب41 نقطة قبل انبي اللي عنده 40 نقطة ووقت الدجلة عنده نفس الرصيد الاتحاد عنده 39 وحرص الحدود عنده 38 وهو نفس الرصيد الانتاج واسموحة والجونة بعد تعادله والفرق التلاتة اللي هبطت بترجيت هبط ب35 نقطة والداخلية ب27 نقطة والنجوم ب26 نقطة انا عايزين عايزين نعمل حاجة يا سيد زفراهيم عشان فيه الجدول ده فيه شوات مفارقات عايزين نقار نتائج الدور الاول للفرق بالنتائجة في الدور التاني والرتب تفصل الدور عن الدور كل الدور الاول من ترتيبه ازاي؟ الدور التاني لوحده بدون بدون نتاج الدور الاول الترتيب يبقى ايه؟ حتفاجأ مفاجآت صارخة دوله السبعتاشر مباراة ودوله السبعتاشر مباراة هتجد ان الالف الصدره لكن التاني مين؟ مش هقوله غير ما تعمل تفتكر هيبق مين؟ عايز تقول للمصري ولا المقولين؟ طب ازا كان نادي كمان تاني ايه؟ هتلاقي التاني والتالت اللي اتحسى كان داري فيه كافضل نتائج في الدور التاني كان فيه ناس ماشية الدور الاولاني بشكل يعني المقولين المصري الاتحاد حصلهم طفرة هائلة في الدور التاني والطبعا والاهلي الاهلي حتى فيه التهديف مسجل 52 هدف الاهلي افضل دفاع لكنه ليس اقوى هجوم عنده 52 هدف بيرامز عنده 61 والزامالك عنده 62 الزامالك الافعل هجوميا ب62 هدف بيرامز ب61 هدف بيرامز وقف عنده كده لانه مطشطه خلصت الزامالك هو افضل هجومة افضل دفاع مين لكن فرق كبير بين الاهلي والزامالك يعني الفرق بين الاهلي والزامالك في الاهداف الاهلي مسجل 52 الزامالك مسجل 62 في عشر اهداف لصالح الزامالك هم نفس العشرة لصالح الاهلي في الدفاع الاهلي اهتزت شباكه 19 مرة بس الزامالك اهتزت 29 يعني العشرة اللي ليك رجع يبق عليه يعني الفرق هو هو بيرامدز دفاعه أقل بكتير لأنه استقبلوا 31 هدف وأضعف دفاعات الدوري كان الاتحاد السكندري ب56 هدف حتى الفرق اللي هبطت محدش استقبل أهداف زي لشحال عشي كده بقولك نتاجه في الدور الثاني كويس قوي ده الدوري بهذا الشكل 56 هدف ده رقم رقم كبير جد المصري كام والإسماعيلي كام المصري سجل 45 هدف واستقبل 38 برضو كتير الإسماعيلي سجل 29 واستقبل 33 يا الإسماعيلي في الماينوس طيب ده الجدول الدوري للتذكير لأنه الحياة دور الشتاء والصيف والخريف والربيع خلى الناس خلى الوعد نيشي والله الدوري الدوري ده كان حصل فيه ايه فاكرين الدوري صح طيب برضو من المفارقات قانون الكورة تغير والدوري لسه بتلعب تم تخيلين قوانين الاتحاد الدولي أقرها على قانون اللعبة وتم إقرارها وتم تنفيذها على مستوى العالم وتشافت في الأمم الأفريقية هنا وتشافت في البطولات الأوروبية والدوري لسه شغال دورينا لسه شغال على القانون الأديم وده احتاج من اتحاد الكورة عندك اللي وليس بقولي ده او مسؤول الحكام النهاردة يقولوا خدوا بالكم التعديلات اللي تم العمل بيها وكل الناس اشتغل عليها احنا مش هنقدر نشتغل بيها الكماتش دول اسبوع الفضل والبوائي ده اللي بقيين من أكزينه الدوري حنضطر نمشي على قديمه لأنه ماينفعش قانون المسابقة بدأت بقانون تستكمل بقانون آخر لا تبوص يطعم في قانونيتها عطول فبالتالي هتستكمل على قديمه بنفس ظروفها بنفس لوائحة بنفس تخضع لنفس النظام انت أجلت الموسم بس الموسم بتاعك بنفس قوايمك بنفس لعبتك يعني جابت لعب مش هتقدر تشاركه طبعا طب ممكن أسألك سؤال كل دك اللي هي مش عارف أنا نفسي بسأل يعني إيه اللي وصلنا له اه ايه ليه ليه النظرا اللي كانت محدودة قوي لدرجة أزينا كل حاجة أزينا تسعداد المتخب وأزينا نفسينا وأزينا أزينا راحت لعبتنا وأزينا حتى شكلنا قدام العالم كله إحنا يمكن الدوري روحيدي على مستوى العالم اللي بتلاقي هم يعني حاجة غريبة يعني طيب التحكيم اللي حصل فيه هنشوف آآ كابتن أحمد الشناوي في أونس بورت عن وقع التحكيم مبارح طبعا هذا جميل جدا هنا في فاول واضح والحكم لم يحتسب لصالح نادي الجونة هذه هو العرقارة واضحة وللاعب الجونة أحمد ريان لكن لم يحتسب الحكم الخط الكرة دي كانت على حدود 18 وفيه هو ذكر حاجات أخرى فاولات كتير لهو ما حسبهاش على الفرقتين وكان له رأي في الأداء التحكيمي رأي مبني على أن العنصر التحكيمي تأثر بين إيقاف الدوري المدة الطويلة دي كلها فتأثر التحكيم بدنيا ونفسيا وزهنيا وشاركه في رأي الكابتن محمود عثمان سمير محمود عثمان طيب وهل شاركه من كابتن جمال الغندور ولا لا نشوفه طيب تعال نشوف لعبة من الحالات برضو اللي كانت فيه أعتقد في الديها 93 ونشوف هنا المكان كويس تمركز الحاكم كويس جدا وبعدين هنا هو كمل كمل الحالة عشان بس هو 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 المسك مش مخالفة ولم تحتسب أنا خلينا أخلك الأسهل يا كابتن وليد الأسهل طبعا هنا فاول لم يحتسب لصالح فريق نعم أولي ماذا لم يحتسب لكنه هيحرجه لو حسب لأن الجذب المتعمد فيه إنذار فيه قرار إداري مع الإنذار اللي كان متحصل عليه حيطرد ها حيطرد هو مش عايز كان يوصل الأمور لك فخلص مشاها بقى هو واللي يحصل يحصل طب إيه يعني فكرة إن أنا ما هو التعبير مش عايز يجيبني نفسه واجع الدماغ هو التعبير المصر بتاع إن أنا عايز أوصل بها إلى بر الأمان وكأن بر الأمان ما هو هو إن أنت تتجاوز عن كل حاجة عش توصل بر طب هو كده ده بر أمان بر الأمان ده منتظ ظلم لأنك تحولت من حاكم إلى مخرج ها أنت تدير اللقاء من وجهة نظرك مش من ما تراه مش بفرض القانون ولا تفاعل القانون أنت تفاعل إرادة بتقول بلاش دي عشان ما تحصلش كذا بلاش وتبع عارف إنها غلط بس بلاش دي عشان ما تحصلش كذا هو ده كانت صفارة الحكم محمود عشور مباشر